الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط وتدمير القدرات البشرية والانقسامات المجتمعية وانعدام المساواة كلها قنابل موقوطة لانفجار محتوم على المشهد العام في العراق ولسيما السياسي تحت هذا الملخص فصل البنك الدولي في تقرير له حول تغيرات المناخ والتنمية في العراق متناولاً أسباب تدهور أوضاع العراق ومآلات هذا التدهور ابتداء من التنمية يذكر التقرير أن النظام التعليمي في العراق يعد من أضعف الأنظمة في العالم إذ إن الطفل المولود في العراق لن يصل إلى أكثر من 40% من إمكاناته بما يعكس مستوى منخفضاً من رأس المال البشري كما أن الاعتماد على النفط يستمر في تدمير القدرة التنافسية التصديرية للقطاعات غير النفطية التي تعتبر مهمة في إنقاذ البلاد من سلبيات الاقتصاد الريعي وبالنسبة للمناخ ذكر التقرير أن التغير المناخي يهدد العقدة الاجتماعية الذي تآكل أساساً بسبب الفساد والمحسوبية ما تسبب بارتفاع نسبة الفقر التي قد تبقى سائداً في الوسط الاجتماعي العام حتى عام 2040 حيث أثرت تغير المناخي على سكان أصحاب الارياف والعاملين بالزراعة وتربية المواشي ما تسبب بهجرات متعددة نحو المدن وإلى خارج العراق أيضاً مسببات التغيرات المناخية لا تتوقف فقط على الجفاف وإنما بالدرجة الأولى على التروث الكيميائي والنفطي إذ إن حرق الغاز المصاحب للنفط ضيع على العراق فرصة الاستفادة منه أولاً وتسبب بمضاعفة نسبة التلوث البيئي الذي أحدث تغيراً مناخياً وصل إلى مراحل خطيرة قد تهدد الحياة بشكل عام في عدة مناطق عراقية أمام التغيرات المناخية وانعدام التنمية تقف الطبقة السياسية متجاهلة هذا الخطر المهول وتصر على اتباع سياسات خاطئة تفتقر للرؤية الإدارية إذ إن بقاء العراق في هذه الحالة يلائم بيئة الفساد التي تريدها العملية السياسية